مرحبا بكم في هذا النقل المباشر نقطة ساخنة اليوم نخصصها أيضا لقطاع التربية والتعليم في علاقة بالكورونا في علاقة بالنقابة وأيضا في علاقة باللجنة العلمية ما الذي يحدث ما هو الصحيح من الخطأ هل سيتم غلق المدارس هناك دعوات لغلق المدارس والمعاهد هناك رفض لهذا أيضا هذا القرارات اللجنة العلمية بين النقابة وبين الكورونا وبين الوزارة كل هذه المعطيات صحيح ما الغالط احنا باش نعرفوه احنا في مقر وزارة التربية مع سي بوزيد أن نصيري مدير التخطيط ومدير السراتيجي التخطيط بي ونضم المعلومة بوزارة التربية مرحبا بيك سي بوزيد مرحبا بيك مرحبا بيك وبكافة مستمعي ومشاهدي إذاعة دولة فيه سي بوزيد وكأنه ثم تخبط اليوم يعني المدارس مناش إيقاف الدروس مناش فهمين اليوم المعلومة ما بين الوزارة ما بين النقابة ما بين اللجنة العلمية شنوه صحيح من الغالط بسيط صحه حاجة بدون بوضعينه فمناش تخبط تخبط عند الي يحبي تخبط اليوم ثم التشويش صحيح فهم بعض الأصوات من هنا وهناك ما نشف نعرفوها بقتاهمين وينجي يكون عادي وينجي يكون هذك الدور النقابة تقصد؟ لا ما نقصد نقابة نقصد كل الأصوات اللي جاية من هنا وهناك نقابة يترم شريك وطرف فاعل الأصوات جاية يامهم النقابة يامهم الأولياء يعني من المحتيم مرات لا من هذا من ذاك مرات من بعض اللي موجودين في وسائل التواصل الشميعي من هنا وهناك المهم أنه مهما كان هذا الصوت هو ميهم ناش احنا بقينا نشتغلوا ثم جدية كبيرة في الوزارة التربية من السيد الوزير إلى كل العاملين في القطاع ثم أيضا جدية كبيرة تعطي مع الملف وحزم كبير وصارمة كبيرة وفي كل الجهاز الحكومي سيدة رئيس الحكومة وكل الوزارة المعنية آخر قرار باش نمنهجوا باش نفسروا كيف يأخذ القرار نعرف مليح الحرب ضد الوباء راه يتصدرها والتوصية الفصل والرأي الاستشاري الأكثر أهمية والذي يعتد به وقرارة اللجنة هو ما تذهب إليه اللجنة العلمية اللجنة العلمية اليوم شافت وأوسط بأن غلق المؤسسات غلق الفصول ما عنده جدو اليوم نعرف المتحور هذا ويقول ذلك العلماء ويحن يجبنا نحترم علمائنا يجبنا نسهلين معهم أنه المتحور هذا هو سريع الانتشار لكنه أقل برشة خطور اليوم نشوفه في الوسط المدرس أغلبية إصابة هي في الوسط التلميذي اليوم القرارات اللي جات أنه توقيف العمل بغلق الفصول وغلق المدرس وغلق المبيتات اليوم كل مصاب يلتزم يذهب إلى فترة حجر صحي هي في منذ خمسة ديين ثم يعود إلى دراسته أو عمله هذا أشهر على المنحة وعلى كيفاش يتناجم تكون الأمور هذا بشكل عام في كيف ستتعاطى المنظومة مع الوضع هذا أنا سبق وحورت اللجنة العلمية يعني هما قدموا جمعهم مبررات أنه ما تماش داعي وأنه الخسائر في ظل غلق المدرس ويقاف الدروس أكثر يعني السلبيات أكثر من الإيجابيات ولكن اليوم النقابة اللي هو طرف فاعل وطرف شريك أيضا في الموضع هذا يقول لك اليوم يتم التضحية بالقطاع بالأساتذة بالمعلمين وهما اللي حطوهم في مواجهة الكورونا بالنسبة نحن الأهداف أيضا الهامة الهدف اللي تشتغليني الناس وكل وزارة التربية وكل الجهاز الحكومي العامل في المجال هو حفاظ على الصحة وسلامة المواطنين هذا ما نجب حتى واحد يزيد فيه وما نجب حتى واحد يقول فيه حاجة ثانية ثانيا هو مصلحة التلميذ وتواصل عملية الدراسة الحب منذكر اليوم أنه في العالم الكل الدول الكل في ظل الوضع الوبائي الحالي أردت أنه ثم الدول فهت طفرة كبيرة وفهت أنه ما فماش تعليق دروس اليوم منظمات دولية المعنية بالشأن المتدخلة فيه تقول أنه الضرر كبير برشا قطع مواصلة قطع الدروس وانقطاحها إذا راكمنا الرصيد اللي تخلت بالذمة في حق وليداتنا لسنتين دراستين مصابتين نشوفه الضرر سيكون فادح وكبير برش ولو أنه قرار الغلق سيؤدي إلى نتائج إيجابية على المستوى الصحي وكسر حاجز العدوى أو التخفيف منها ولقدر الله إذا كان مواصلة الفتح يمثل الضرر على أبنائنا وعلى منظورينا راو يتم الغلق لكن يهو من ضرب ونشوفه العلمي شي يقول اليوم قال كلمته قال أنه يعتبر نجم أولو هذا أنه ضرب من ضروب العبث غلق المؤسسات والذهاب بسرعة كبيرة نحو غلق المؤسسات الغلق الكل نشوفه راه القرارات توصية للجمال الجنة العلمية راه تجل وتحترم وراه في مكانها في بلاستها ومفاهة فيها وتضمن كذلك وأحد الأهم العوامل اللي تشتغل عليه صحة الرواد المؤسسات التربوية نحب نذكر أنه راه غلق المؤسسات التربوية ما يعنيش هل سنغلق المؤسسات التربوية ويبقى كل شي لأنه آخر نقطة يزمها تتغلق وآخر بلاس يزمها تتغلق هي المؤسسة التربوية هو ثم يعني عملوه المثال مشيته في نظام الأفواج نرجع النقطة هذه اليوم أنت تحكي أنه سلبيات غلق للمؤسسات التربوية اليوم ثم مؤسسات أكثر من ثلاث بيت مؤسسة تقريبا في تونس كاملة والعداد يتزايد أغلقوا بسبب الكورونا هذا يحدث زادة من جهة أخرى فوارق في المستوى فثم معتها تلام ذا يقرأوا تلام ذا اليوم عندنا أكثر من شهر ما يقرأوش هذا النوع من التخبير هو ما تماش هو البروتوكول الصحي في ذلك المؤسسة المعتمد هو غلق المؤسسات لفترة سبعة أيام فماش مؤسسات عندها كيف حدنا مؤسسة مغلقة طويلة العديد من مؤسسات تم غلقها بالنسبة تقريبا تم غلق أكثر من ثلاثمائة مؤسسة أكثر من ثمانية مبيتات وأكثر من ثلاثمائة فصل هذا لكن في فترة متفاوتة في هذا نحكو عني العدد هذا من 15 سبتمبر إلى حدود التاريخ أو لمس يعني لكن رهو ثم تعاطي مع الموضوع فما أكيد كأي قرار كأي وضع رهو نحن 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 نذكر للناس اللي نسيت رهو وضع أزمة رهو أزمة صحية رهو تواصر الدربة نورمال مورا نتعلمنا نتعطو نتعطوش معها بالارتجال وبالتسرع وبالدعوة العشوائية للغلق العشوائي المتسرع راهو يزمنا الغلقة وديما كأي قرار هو آخر الحدود راهو ثم تدرج ثم ما تمشي ونأكد لك أنه كل القرارات تأخذ برسانة وفق المستندات ما هيش هكا للشعبوية والإرضاء أكثر من يزمني باش ترضى علي يزمني نقول لك إش تحب سيبوزين لأن البرح في نفس النقطة هذه نحاور في النقابة يعني ثم تشكيك أصلا في كل المعطيات التي قدمها الوزارة هذه أولا ثم يعني وكأنه الوزارة رافضة مبدأ الإغلاق ثم المعطيات تقدم فيها مغلطات حسب النقابة وإن هذه الوزارة ما سماش هذه الوزارة اسمها وزارة التربية الوزارة التي تقوم على المنظومة التربوية والأسة والبناء ونعرف الدور التي ترعى المدرسة وترعى المؤسسة الجزء من بناء البلاد هو المدرسة والمؤسسة التربوية كل النقابات هم طرف فاعل في المنظومة أراهم تحترم قوة اقتراحها نقطة أولى أنه ما تماش تطبيق البروتوكول الصحي في المدارس يدير تكتر تكزلين نقابة ثم النقطة الثانية أن المعطيات المقدمة من قبل الوزارة غير صحيحة ومعطيات مغشوشة لو كان مجلش تطبيق الجزء البروتوكول الصحي يرى باكيت شنوه البروتوكول الصحي البروتوكول الصحي اللي مكان معتمد إذا كانت تتوفر عدد معين مثلا يتم غلق الفصل وعدد فصول معين في مؤسسة تم غلق هذا يتطبق البروتوكول الصحي يقول لأتا بعد حمل كمامام الجيل اكسترى هذا نصره وندفعه ونحسه إليه وندفعه له رأوا هذه جملة من تغيير جملة معطيات البروتوكول الصحي ثاني حاجة بالنسبة للمعطيات اللي عنده أرقام بخلاف ذلك يقدمها لو ما نجيش نقول لك غالط ونسكت غالط ونعطيك البديل ونعطيك كلها لحد مثلا حتى واحد الجهاز الرسمي راحوا دولة ونسان ومسؤول يحترم مروحوا رأي هذه معطيات رسمية معطيات دولة تلزم ويتم البناء عليها رأوا مش معناها أني باش أنت باش الرذيك باش يبقى تقول على المعطة صحيح يزمني نضربه لك في العاشرة ولا باش الرذيك نعطيك المعطة كما هو بطبيعة إذا كانت في بعض المرات وبعض المناسبات يتعارض مع مصالح البعض بش يقول له غالطة هذه المعطيات اللي جينا من المؤسسات يوميا من يتم الاعلام عن كل حالة تغيب باش نفصلوا لهم الناس اللي مش فيها ما تقول غالطة إطار مدرس أو غير مدرس يتقدم بما يثبت أنه أمريض فيغادر فهذاك يتم احتسابه بشكل إحاني حيني هذيك عبر تطبيق التواب تربط المندبيات بالوزارة وفم نقاط اتصال معاينين خدمتهم كان هذه في المندبيات اللي يقوموا بتبع الوضع في المؤسسات التربوي تم رقم آخر هو رقم 13 ألف اليوم إطار تربوي غير لا مش إطار تربوي قلتك هذا جملة اللي تم نحكي لك علي ما لقحوشي لحد الآن فرقم هذاك عنده ثلاثة أسابيع اليوم كده شوال الرقم اليوم الرقم ما زلنا ما حصل ناشه بالضبط ثم جزء منهم أقبل على التلقيح الجرعة الأولى وبدأ في التلقيح العدد ده كي دراوه تراجع وأكيد روب بتطبيق جواز التلقيح اللي هو إلزامية الاستظهار به عند دخول أي مؤسسة هذا يخلي الناس يكون تدخل يدخلوا إجراءات ردهما دمو ثم من التخلص اللي عنا عينات وكلم تبدأ قديمها اللي يكون ملتها ثلاثة واللي ما لقحش ما عدوش يمنع من دخول المؤسسة هذا مش موضوع لنا وهذا هام جدا لكن موضوعنا أنه ندعو الجميع من هم مؤهلين وعندهم للتلقيح إذا هم يقبلوا على التلقيح لأنه جزء من حماية النفس وحماية الآخر وحماية من من هم حولك هو التلقيح واللي ما شير فض يتحمل كلها تحمل سويا لو حر شنية لاجرات الردعين تعالوزار الإجراء ثم مرسوم رئاسي هذا نحترمه ونصهر على تطبيقه هذا يمنع كل من ما عندوش جواز التلقيح أنه يدخل مؤسسة نزيد نمشي أكثر كوزاعة تكتفي بالمنع معلمين مثلا ما دخل ما يعتبر عمل غير منجز يقطع مرتبه اللي ما لقعش شنغ تمارك سيبوزيب إذا كان لقدر الله لوضعها مشيت أكثر في الكورونا باش ثم تمثل كامل تعمل علي شنغل تمثل كامل روخي المشكين يقولوا الوزارة محظرة السيناريوهات الممكنة كل فانا وضعه فانا ثنيا نجمون نمشوا وكل سيناريو حضرته الحلول ومتاعه وأكيد سيتم كما تم تحدي الوزارة والمنظومة سنة القبلها وسنة القبل قبلها أنها على وصول حاولين السيناريوهات كل هذه وزارة تربية حاضرة السيناريوهات كل ثم جمال جهاز حكومي كامل يشتغل من أجل عائل التوصيات ايقاف الدروس غير موجود حاليا ايقاف احنا شوف في الوضع الحالي البارح اللجنة العلمية كانت عطت توصياتها ثبت في مجلس عمل وزاري اليوم تم الإعلان عليها يتم تطبيقها ونحن الملتزمون بتطبيق كل ما توصي به اللجان العلمية يتم قراره في مجلس العمل وزاري شكرا لك شكرا لك سيبوزيد نصير على كل هذه المطالات مدير عام التخطيط والدراسات ونضم المعلومة بوزارة التربية فيما يخص إيقاف الدروس من عدمه